أفادت مصادر مالية مطلعة عن إغلاغ مركزي عدن لجميع التحويلات البنكية إلى المناطق الشمالية في اليمن وذلك ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية في البلاد ومواجهة غسيل الأموال للحد من التحديات المالية والاقتصادية وفي خطوة حازمة تقرر فرض عقوبات على أي بنك يتعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الشمالية بهدف مناع تسرب الأموال إلى جماعة الحوثية الإرهابية والتي تستخدم الأموال في أنشطة غير مشروعة وغسيل الأموال لحماية النظام المالي في البلاد ومنع استغلال القنوات المصرفية في تمويل الأنشطة غير القانونية ترجمة نانسي قنقر